بوسينا الرئيسي مرحب فيك بالإمارات وين من زمان ما شفناك اشتقنا لك طول بالإمارات أنا ليش ما بشوفي ما أدري ما تسأل عني بوسينا شو اليوم موجود بيكم متر ود تواصل الاجتماعي خبرين عن حضورك اليوم أنا سعيدة بتواجدي في هذه القمة للمرة الثانية العام كنت موجودة بعد صراحة وايد سعيدة بفكرة هذه القمة أن يجمعون كل الانفلونسرز من كل مكان من الوطن العربي أحس أن هذه ظاهرة إيجابية جدا في جميع وشتى المجالات يعني فنانين على بلوغرز على يعني مضطربين حبيت هذا القاذرين شيء وايد جميل وفي النهاية مثمر يعني اليوم مع كلمة الملكة رانيا حسيت بطاقة غريبة هذه الإنسانة عندها هالة غريبة وعندها طاقة تنشرها في المكان غريبة أنا سمعت عن هذا الشي قبل بس أول مرة أحس فيه فأشياء نفس شدي تنوجد بالسنة مرة تحت رعاية شيخ محمد بن راشد نفتخر فيها ونفتخر بتواجدنا فيها بوسينا أنت صرتي ما شاء الله يعني فاشينيستا فينا نقول في شي هيك يعني والله لا أنا محبة للفاشن ولكن لستو بفاشينيستا يعني أحب الفاشن أحب الميكوب وأحب مجالي الفني وأحب كل شيء بالحظة بالفترة الأخيرة كتير على السوشيل ميديا أنت تهتم بطلالاتك بحضورك يعني يومي ستايل لبس يعني هذا بده وقته بده اهتمامي شوف هذا اهتمامي من زمان كان وايد بس كان ما في سوشيل ميديا ما كان في انستجرام ما كان في سناب شات اليوم هذي المنصات ديركت لي نوصل لها لقلوب الجماهير فليش ما نكون موجودين ومتواجدين فيها أنا حبيت السوشيل ميديا وصار جزء لا يتجزأ مني ومثل ما قلت كل يوم متواجدة فأنا شوفه شيء إيجابي وايد حبتها أكيد طب هيدا الشيء ما بياخد من وقتك أو من حياتك مثل ما كان عم نسمع الملك إيراني عم بتقول أنه شوي عيشوا اللحظة أو عيشوا حياتكم وتحس الإنسان أنه صار شوي كتير عم بيتصنع أو عم بيمثل وما عم بيكون على طبيعته شوفه هو كل انفلونسر حسب شنو يقدم للجمهور في ناس تشرك الجمهور خنقول خمسين بالمية وفوق من حياتها سواء كانت على الصعيد الشخصي أو على أصعيدة أخرى أنا أشوف أنه أنا ما وصلت هالمرحلة ولا قريبة منها يعني أنا الحمد لله عايشة حياتي الشيء اللي قاعد يشوفون الناس بدقيقتين أو يمكن خنقول من دقيقتين لست دقايق في السوشال ميديا ترى ست دقايق ولا شيء من 24 ساعة في يومك فهمتني عايشة حياتي الحمد لله ولازلت ما فيهني شيء تغير قاعد أقدم جزء بسيط من الأشياء اللي أحبها أشارك فيها الجمهور لحظنا كمان بالفترة الأخيرة يعني اللي صاروا كتير ناشطين على السوشال ميديا أهملوا فنهم وأهملوا اللي هني كانوا مبلشين من خلاله يعني كان التمثيل كان الأعلام كان أموه صاروا يركزوا على السوشال ميديا يمكن لأنه كمان بتطلع مساري أكتر شوف عالم السوشال ميديا يعتبر إلى الآن عالم شبه دخيل وللحين الناس ما عرفت أنه توازن أنه هو شنو بالضبط ف يعني كثير ناس هذا السؤال وايد انسألته أن السوشال ميديا خذاكم من الفن أنا ما أشوف أنه خذاني أنا متواجدة مثل ما أنا عندي عمل كل سنة درامي أقدم للجمهور مثل ما أنا معودته عليه ولكن نشطة في السوشال ميديا ولكن لازلت متواجدة في مجالي الأساسي فما أخذني السوشال ميديا من الفن ولكن لازم أنتقي شنو أقدم للناس فعلشان شذي يمكن قبل كانوا يشوفوني بعملين بالسنة الحين قاموا يشوفوني بعمل واحد بس بالسنة يعني قلت طبعا لازم يقل لأنه إذا أنت قدمت شي ثقيل يغنيك عن عملين أو ثلاث أعمال بالسنة دور يضيف لك دور يصعدك دور يرتقي فيك كفنان ولكن إذا قدمت أدوار متفرقة وتشتت الناس أنا أحس أن هذا شي مو هلثي للفنان اللي وصل مرحلة من النطج الفني اللي يحس أنه هو لازم يقدم عمل واحد بالسنة بالدراما الخليجية كيف عم تتطور برأيك أو كيف عم بتحسيها وين رايحها الدراما الخليجية في تطور مستمر كمية الكتاب كل مالة قاعدة تكبر ولكن الطرح لازال يعني من كثر ما إحنا كفنانين نقرأ نصوص صرنا صعب نختار نختار نص ناصبنا يعني أنا واحدة من الناس هالسنة قريت تسع نصوص واخترت واحد فيهم وإن شاء الله عد هذا النص اختيار يكون فيه موفق سؤال هدي الوحمة اللي برأبتك شو هي من شو كيف إجت بتقل لك أمك مثلا أمي ليلحم ما تتذكر بس أنا شكة بالزيتون والكبد يعني يعني هيش كلها تشذية زيتونة يا شبدة هيدي علميا ثبتت أنه هيدي مصبوطة أنه مو علميا هذي أفكار أهالينا قبل كنتي بالقابل تخفية أنا بتذكر بعدين صرت هلأ يعني صرت عندك علامة كتير مميزة ما عمري أخفيتها لا ما أخفيتها يعني ما تقبلتها أي بالفترة الأخيرة بس ما أخفيتها وكنت مفكرة أني أشيلها بس الحين مستحيل أشيلها فكرة تشيلية بداية مجالي الفني يعني ما تعجبك أو بالعكس هو كان رؤيتي لها بالشاشة كان شيء غير اللي قاعد أشوفها بالطبيعة يعني تشوف ناس ما عندهم شيء هني فجأة تشوف إنسان عنده شيء هني تحس أنه في شيء ما تدري الناس شون بتقبلها بس ناس حبتها أكثر مني أنا حبيتها وايد وحسيتها جزء مني مني شكرا